يوسف العسكر من اتحاد العشاء العربية من البقاء شو جيين تقولوا اليوم هون؟ نحن أتينا لنعبر عن امتعاضنا من الإساءة لجذورنا نحن البدو في لبنان شريحة من المجتمع اللبناني لما أسئ وزير خارجية لبنان للأسف لم يسئ فقط البدو في العالم العربي بل أسئ لشريحة واسعة من اللبنانيين وهي البدو التي قدمت الزرع والزرع للشعب اللبناني وما كانت لا منحيزة ولا طائفية وجينا نقول اليوم أنه لا ينكر فضل المملكة العربية السعودية على لبنان إلى الأعمى فهي كالشمس الصاطعة لا يمكن لأحد أن يخفي فهي راعة اتفاق الطائف شو اللي بيرضيكم اليوم؟ يعني وزير الخارجية اعتذر وقبل اعتذار وتم تكليف وزير آخر القيام بهذه المهمة هل هذا يكفيكم اليوم؟ أكيد لا لأنه للأسف وزير خارجية زلت لزان وطلعت معه ولكن في نهج ممنهج لإغراق الشعب اللبناني في أتون المحاور وفي أتون العداء للعالم العربي فهذا الأمر نحن على يقين أن رئاسة الجمهورية في لبنان والحزب الحاكم والأطراف الحاكمة هي تمتهن في إذلال الشعب اللبناني وأخذوا إلى الانهيار وعدم الرجوع إلى الحضن العربي الذي وقف مع لبنان دائما وأبدا كعشائر يعني اليوم شو اللي زعشكم أكتر شي بكلام وزير الخارج؟ لأسف وزير الخارجية ووزير الأسبوع ما بنزعل من كلامه هيدا كلام بيدل على شخصه فقط ولكن نحن اللي زعلنين عليه هو المنهج اللي عم بيحاولوا يجروا لبنان لألو والخندق اللي عم بيجروا لبنان لألو خندق الفرس وخندق البعيد كل البعد عن العروبي وعن فلسطين